أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وفي هذه الحلقة نذكر جذر جديد من جذر الأمزيغية وهو الجذر يافيار ياغ ويجي أحياناً بجا معطشة وهي كانت نطقها جي مفيدايتها دال وياي أفرج وأفري طبعاً كنا ذكرنا هذا الجذر عارضاً في معرض حديثنا عن كرف ومتقلباتها ومتقابلاتها هذا الجذر شهد رحلة طويلة وفيه استنتاجات جداً جميلة ويريد تقعدوا معنا باش تسمعوا كل هذه الاستنتاجات وزي ما قلنا في دروس الليسانيات عن تداخل علم الليسانيات مع علم التاريخ والجيولوجيا والأنطروبولوجيا والميثولوجيا وعلوم إنسانية كثيرة طيب أهلي خلينا نخش في الموضوع مباشرة يعني تكادت تتفق جميع التنوعات الأمازيغية من سوى حتى موريتانيا حول هذا الجذر ومنتجاتها وهذه المنتجات طبعاً حسب البيئة اللي نمى فها هذا الجدر وحسب المتطلبات أنت درجون قبل البيئة نفسها وهذا سوف ترونوها معي في الأمثلة التي نذكرها المفهوم الأساسي لهذا الجدر هو الإحاطة المفهوم الأساسي لهذا الجدر هو الإحاطة وهذا سوف ترونوه معي ببعض الأمثلة فمخشوا في إيموهاك يقولوا إفرج وأفراج وإفرجان أفرج عفوا hadfajan وإفرجان وإفريجان عفوا كلها تعني السياج المصنوع من القصب الذي يحيط بالبستان وكذلك قد تعني الحقل المسيج وأصبحت تعني كذلك البستان عموما طيب هذا فيما يتعلق به الهقع عندنا مثلا في ورقلا ولاحظوا معي في هذه التخصصات بالذات هنا يقولوا أفراج وإفوراج اللي هو السياج من القصب أو من سعف النخل كما في ورقلا وفراج بمعنى أحاطة بسياج ووضع حاجز أو سد وإلى آخره حما قد تكون بمعنى ساعدة كذلك كما في تمازيغ الأطلس المتوسط فأفراج وإفراج الملكية المصورة والمحاطة بسياج وإلى آخره وكذلك تطلق على الزريبة كما في تمازيغ تقسيم هذا كما طيب إفراج وإفراجان اللي هو السياج أو الحاجز كما ذكرنا في فتاش الحيت أفراج في تاش الحيت هو حاجز حول البستان يصنع من الشوق ولاحظوا معي هذا لأننا بنجوه مرة تانية طيب أفراج في تشويث هو السياج وكذلك خصصة لساحة فناء البيت وإلى آخره أفراج جمعه فراجان أفراجان عفواً اللي هي الملكية المصورة شوفوا هنا التخصيص في زناقة وهي في موريتانيا أفراج هو الملكية المصورة فقط بستان بيت إلى آخره المهمة أن تكون عليها حاجز أو عليها محاطة بشيء بصور فهي تخصص بها كلمة أفراج تفرجان أو عفواً أفراج وإفرجان في غاد تعني الزريبة وتعني الجنان المحوطة أفرا أفروان يعني في غدامس هذا جزء من الغرفة يكون عليه صور قصير يسمى ويضع فيه التمور ويضع فيه بعض مستلزمات البيت وهذا طبعاً زي ما قلنا تخصيص فقط له هو بالصور هذا المحوطة طيب في التقبيلية ما تقوله فرج عفواً أحاط بسياج أو صور أفراج وإفرجان اللي هو السياج وكذلك الملكية المصورة لتفق القبائل هنا مع زناقة في معنى الملكية المصورة أي ملكية عليها صور تسمى بهذا الاسم من اللي فات نفهمه أن أفراج هو الحديقة هو السياج هو الزريبة هو الحوش وتتبعها كذلك أفراج وأفراج طيب أهنين بخشوا مباشرة في الاشتقاق الطبيعي لأنه حقيقة الجدد هذا طويل شوية فنحاول لأنه نسرع فيه شوية الاشتقاق الأول اللي هو عندنا اسم المهنة في المزيغية بسهولة تاخد شكل أنسفارغ وكذلك أنفقور وإنفقار وهي عبارة عن قلبس يعني لنفس الجدر طيب ومنها إفقر بمعنى نطرة أو زرعة ونخش في استعمال آخر لنفس الجدر يعني مثلا مش في الحديقة بس تستخدم هذه الإحاطة وهذا التصوير وهذا وضع حاجز نجدها مثلا في تسيرت تسيرت لها الرحالي هو يسمى أزرق في بعض التنوعات المزيغية الأخرى أزرق هذا يضع عليه نوع من التصوير باش ما يطحش الحبوب منه وما يطحش منه ها الدقيق إلا من قناة معينة هذا يسمى أفرق ان تسيرت أو كذلك في المعصرة معصرة الزيت يسمى أفرق أو أفرق ان ويندور طيب وكذلك في حاجة أكبر منه اللي هو البيدر يسمى في العربية البيدر هذا اللي هو يصير فيه القمح والشعير يصير فيه الدرس وإن آخره طبعا حسب المنطقة فيه اللي بالجمل فيه اللي يستخدم فيه بالحمار حشاكم فيه اللي بالحصان وفيه اللي يستخدم فيه بالبقر فهذا يسمى أفرق ان ويندورا طيب بمعنى التصوير التصوير والإحاطة كذلك لم يبقى في الأرض فقط فهو في السماء كذلك فهالة القمر مثلا تسمى إفرق نوير الهالة اللي حول القمر وفيه مثل في غدامس يستعمل فيه يقولوا إفرق أوير تزيري بمعنى هنا فاق أو تغلب على أو زاد إلى حد القمر زاد الهلال حد القمر بهذه الهالة والآخره المهم يطلق فقط على الإنسان الذي يفاق في شيء وأعطاه زخم من القدرات وإلى آخره طيب في نفس غدامس أخذ هذا المعنى أصبح معنى أفرقات وإفرقات هو التمكن والشدة وأنا فراج هو الشخص المتوكن والقوي والقادر وهنا في اللفظ هذا أرجوكم تفكروه باش بندكروه في نهاية الحلقة عن معنى آخر تاريخي وتطور تاريخي طيب عندنا كذلك نجدها مثلا تستخدم بمعنى الحمى بمعنى الصون ففرق بمعنى يحمي تيفيرقي بمعنى ما يحمي القصر وما يحمي إغرم وإلى آخره كذلك في نفسنا نستخدمها في حوض الماء فهو آفرا وفي إيفرون السد الذي يضع على حوض الماء طيب وكذلك من هذا المعنى نجد مثلا مشقولنا حوض الماء قبل شوية فمثلا في غدامس أفير هو الكراء أفير وفهم يستخدمون مثلا تافاري نومان بمعنى كراء الماء وهي أخذ الحصة من استحلامات الماء زي ما نعرف طيب مش قلت لكم باكرة في تشلحيت تفكروا معاي التصوير بالشوك أهنيه في تشلحيت يستخدموا في لفظ إيفرغان اللي هو الشوك يحط فيه لمدة 40 يوم فوق القبر إيفرغان هو شوك يضع على القبر لمدة 40 يوم من يوم دفن الشخص حتى لا تأتي الحيوانات المفترسة وتنبش القبر وتأكل لحمه لا سمح الله فهذا يسمى إيفرغان شوفوا يعني من التحوير والتصوير أطلق على الشوك نفسه اللي يستخدم فيه التصوير ومن ثم خصص بهذا الشي الذي يضع على القبر طيب مش قلنا في تشتق بايليت قبل شوية الحيازة والملكية تستخدم فيها أفارق كذلك فهنا هم يقولون عن البيوت المحيطة للقرية وكذلك انتقل هذا المعنى إلى الأشخاص القريبين مننا في داخل القرية يون وفراغ النقر مش هنقولوا في جبل نفسه نقولوا إيجت تغوري واللي تغوري إيجت والآخره بمعنى القرب ولو كان الإنسان مش قريبك من الناحية الذنب فهم يقولون يون وفراغ النقر تأتي ونرجع إلى معنى آخر قلنا قبل بمعنى القدرة والاستطاعة فمثلا إفرق قدر على شيء وستطاع عليه إيس فرق تمكن إتوافرق بمعنى مقدور عليه ومستطاع عليه وفا دائرة المستطاع مرة أخرى نجو لمعنى أخذ من التاريخ مش قولنا التداخل التاريخي نجد مثلا في عبد أبل الخلدون الفرقة العسكرية المحيطة بالسلطان كانت استمدت اسمها من نفس الجذر هذا والسبب في نظري أفراج اللي هي الفرقة العسكرية هذه تسمى أفراج كارابنيري تقريبا حدنا نحن في ليبيا وأفراج أفرجان إلى آخره هذه الفرقة العسكرية أخذت اسمها بتطور طريقي غريب مش قولنا هو الإحاطة والتصوير بعدين القماش اللي ينحط حول الخيمة كان يسمى بنفس الاسم بعدين معاش فيه خيمة أصبح فيه حرس قريب جدا من السلطان أصبح يطلق هذا الاسم على الحرس الذي يحيط بالسلطان اللي هو الإحاطة مرة أخرى وهذا المعنى أعطى للسلطان شني قدرة أعطاه منع أعطاه شدة وتغير هذا المعنى كذلك عند الصلاطين المجحفين والصلاطين اللي هو المفهوم الحديث الدكتاتور فأصبحت تطلق على الإنسان المتصلت وتطلق على كل إنسان يحمل هذه الصفة إذن وهذا تقريبا في عصر المرينيين أصبحت تستخدم هذه اللفظة وهذه اللفظة نفسها تستخدم في المغرب الأقصى حتى يومنا هذا حتى في العمي طيب في تمازيغت كذلك تستخدم في جبل نفسها مثلا وفي غدام صغيرها الضفيرة التي توضع على جبهة الخيل من شعر الخيل نفسه وتصبغ بالسواد وهذا السواد يصنع من الزيت والرمل المحروق طبعا فتسمى تفريت وتفراتين اللي هي تحيط بزي ما قلنا رأس الخيل وكذلك تفرة وتفراويين اللي هي جلد التمر اللي يسمى بالعربية تقريبا أو قشرته وتسمى القطمير وأفرر قشرة المعدة هذه كلها كلمات تأتي من نفس الجذر تقريبا وهناك لفظ ما نعرف كيف أخديه هذا المعنى اللي هو السفرج وإيسفراج اللي هو الحجر الموقد عندنا التوارق وإيسفراج هو المنصب من الحديد اللي يدعو عليه القدر وإلى هنا أنتهي بالحلقة ولكن شوفوا كيف ينتقل اللفظ من معنى إلى آخر وكيف يخصص ويعمم وكيف البيئة تستخرج له معاني أخرى تخصص لها وأستعملها في عدة معاني ونقل لنا عبر التاريخ عن طريقة بن خلدون بمعنى الفرقة اللي يسمع لنا في ليبيا مأخوذها تقريبا من طنيان أو شيء من هذا القبيل الكرب الناري وهي الفرقة المحيطة بالسلطان مباشرة ربما لا تكون لها نفس المعنى ولكن المقصود هو الفرقة المحيطة بالسلطان أستدعاكم الله وإن شاء الله نلتقوا بحلقة أخرى في جذر أمازيع آخر ونتكلموا عنها في إسهاب تنميرت منوى إلى حلقة أخرى إن شاء الله تنميرت